على فكرة الخبطة بسيطة هتتصلح الدينمو مصدي ومملح وهتشرب شايك وتروح وتعدي كمان يوم بكتيره وهتاخد دينمو ديد غيره الخبطة بسيطة صحيح لكن الزعل بيفضل تأثيره زعلان؟ ما تزعلش لأن معنا هترجع على الزيرو أهلا بكم في برنامج كلام في كلام مرة تانية نعرض معنا أول فقرة على الزيرو معاكم نادي علاء ونهارده معايا ديف اللي منورني صاحب فروع جراش موتورز أستاذ أحمد هشام أهلا بك أستاذ أحمد احنا عارفين يعني أو عايزين نعرف المشاهدين بما أنك انت الاتجاه بتاع صيامة السيارات مش تخصصك كتدريس أو كدراسة بدأت ازاي بقى في الموضوع ده؟ بدأت بقى عربية ازاي؟ كان مع عربية صغيرة كده من حوالي سبع سنين أو حاجة وحبيت أن أنا أعملها يعني فعدت رف بها على الناس الصناعية وبعد ما عملت العربية العربية كانت كوسة جدا بس في حد ركب معي العربية عجبته فبدأت من هنا بقى أوه طب أنت يعني عرفت بوضوع يعني الزوارب بمعنى أصح بتاعت المهنة نفسها عرفتها ازاي؟ عرفتها بقى ممارسة ممارسة يعني نقدر نقول ممارسة خليتك خبير وصحب فروع ما شاء الله طيب إيه أصعب عربية وجيتك في حل مشاكلها مسحة؟ كتير زي؟ أقول نورة عربية يعني؟ لأ مش نورة عربية يعني يعني إيه المشكلة نفسها اللي في العربية؟ يعني خليتك تقول إنها قعدت معاك كتير جداً وقعدت وقت قديه؟ كان موتور كان موتور؟ وقعد معاك قديه؟ حوالي شهر شهر؟ طيب يعني هل في عربيات بتتصلح وعربيات لأ؟ يعني طب إزاي؟ شهر بتصلحش كله بتصلح أوه طيب يعني إيه أصعب حاجة بتواجه بتاع السيونة هي الموتور؟ لأ مش أصعب حاجة بتواجه بتاع السيونة الموتور هو يعني حاجة قابلتني أنا أنت بتقول إيه حاجة صعبة قابلتها كنت حاجة قابلتني أنا كان موتورة عربية عربية مش عايز تمشي بس يعني هي الفكرة كلها اللي ممكن تبقى يعني منفس كل حاجة صح وفي نفس الوقت في مشكلة او انت مش عارف ايه مشكلة فدلي عقدت اوه طيب ازاي اعرف انا بقى يعني شخص مليش قوي في العربيات والكلام ده اعرف منين ان عربيتي فيها مشكلة انا هتحس طبعا ازاي بقى انا ما عرفش في الموضوع ده اعطيت منك ايه؟ اعطيتها منك لا يعني قبل ما انا عايزة لحقها بقى يعني اخليها تعتلوا كده لحقها السيانات هي معادها بس يعني تتابع مع حده يكون عارف العربي عارف سياناته وعارف عنها كل حاجة يبقى عملها زي كسيلشيت كده بس بيبقى خاتف كل حاجة عن العربيات بتاعتك يعني انا قادر عشان احفز على العربيتي اخلي السيانات في معادها بزرط اللي هو قديه نعم ملهاش حاجة ملهاش ملهاش مدة معينة ملهاش مدة معينة بس انا يعني استمعت ان الموضوع ان المسافات معينة ممكن نخلي بالنا ومعدي كده نوديها للسيانة بالنسبة للزيت او كده يعني عمتا ايه الموضوع ده خمس تلاف كيلو مثلا لعشر تلاف كيلو على حسب نوع الزيت اللي بتحطيه على حسب مثلا عربيتك ما الشكله متره دي عربيتك لو معدال مئة ألف كيلو الزيت بقى خمس تلاف لو قبل المئة ألف كيلو الزيت بقى عشر تلاف كده طب احنا سمعنا عن عربيات جديدة نزلة يعني نزلة مصر ونزلة السوق المصري العربيات دي بيقولوا انها بديلة او حل بديل للتوك توك العربيات الصغيرة اللي نزلة جديدة دي هل نقدر نستخدمها كعربيات ولا مش هتنفع هي اخيرها توك توك والله انا مجربتاش معرفش ايوه بس كخبير في الصيانة اكيد عايب لا لا مجربتاش العربية دي اصلا او يعني ما جاتش عندك المركز بتاعك طيب انا دلوقتي داخل اشتري عربية اخلي بالي من ايه بالضبط الحاجات المهمة عشان اعرف ان العربية دي كويسة او لا بالنسبة للمستعمل يعني ولا الجديد نبدو العربية المستعملة ولا العربية الزيرو الاتنين ايا كان المستعمل بتبقى يعني حالة العربية اساسيات العربية مطور العربية حالة عملها ازاي لكن الزيرو على حسب اختيارك انت بقى انت عايزة ايه يعني اختياري انا بيفرق ازاي في حد بيهتم بالكماليات حد بيهتم بالسبات حد بيهتم بالشكل بس كعربية وأنواع متورس نفسها وحاجات زي كده يعني أكيد حد التفكير ووجهة نظره كصاحب فروع صيانة بيختلف كتير حتى يعني بغض النظر عن نوع العربية نوع مكونات العربية نفسها لا يا مش كده هي وجهات نظر يعني أنا مثلا في عربية معانا بحب أركبها في حد غريب يحب أركب عربية معانا كل واحد على حسب نوع العربية ده بالنسبة لنوع العربية طيب بالنسبة بقى ل كل واحد افتيارات برضو طيب دلوقتي أنا عايزك برضو تنصح الناس بعض النصايح كده عشان يعني إيه يخلي بالهم من عربيتهم إزاي الدنيا تبقى ماشية إزاي معاهم كده هي السيانة في معادها مش أكتر بس هي المشكلة كلها السيانة في معادها ما ينفعش بقى فيها إهمال في العربية هتهمل في العربية 24 ساعة تلقى عالت لنا منك طيب يعني إيه أعمل فيها كسيانة بس؟ كسيانة بس بالزبط طيب إنت لو يعني إنت شخص بيجي لك عربية سيانة ماشي بس العربية كويسة إيه النوع السيانة اللي بتعملها؟ السيانة اللي هي بصي هو كل كيلومتر معين بيبقى ليه سيانة معينة مثلا العشر تلاف بنغير زيت نغير فلتر بنغير عشرين ألف حاجات تانية بقى فهمت؟ فكلك يعني في السيانات اللي عادية كل عدد كيلومتر معين بيبقى ليه سيانة معينة بس أنا أكتريت شغل حوادث مش سيانة بس طب بالنسبة بقى للحوادث بقى نخش بقى بالحاجات دي الحوادث نفسها يعني ما شاء الله كتيرة جدا يعني ربنا يسرها علينا إيه يعني معظم العربية اللي بيجي لك كحوادث إيه معظم المشاكل اللي بتيجي فيها بقى؟ يعني الليه وضيع بصي عربات كتير يعني ما فيش نوع معين بيجي لك يا حوادث طيب العربية دي حصل فيها حتى صح كده؟ آه طيب إيه اللي حصل فيها؟ تقلبت إيه؟ تقلبت لأ أنا قصدي كمشكلة عربية لأ ما فيش مشكلة عربية سحبها نامي لأ إنت لما جدت عالجة دلوقتي لقيت فيها إيه المشكلة؟ لقيت المشكلة زي ما أنت شايفة كده مش نفع مش نفع خالص؟ طيب يعني أكيد حلتها الحمد لله طيب زي الفل طيب إيه؟ احكي لنا بقى يعني قصة الصورة دي برضو ده دي هي نزلنا على الونج ما أنا عارفة يعني قصة العربية نفسها قصة العربية من بداية يعني هي العربية جات لنا كتعمل حادثة صحيبها كلمنا العربية كتعمل حادثة رفعناها على الونج وجبناها عندنا عملنا العربية طيب ممكن تعرضونا فيه صورة تانية العربية حمراء دي بصراحة يعني إبداعكو مش مش لقينها؟ خلاص مش مشكلة يعني أنا العربية كنت بقيتلي صورة عربية العربية كانت تقريبا يعني ما فيهاش حتة سليمة يعني واحدة الحمراء الحمراء آه عملت فيها ايه دي؟ ده عربية والدي قصة والله طيب أكيد عمل فيك ايه بعد ما؟ انت اللي بوصطها ولا ايه الدنيا اعترف ده عربية انا والله خبطها والله طيب عملت فيها ايه؟ عملتها الحمد لله للجنازي عملتها ازاي بقى اشرح لنا؟ مفيش حاجة العربية جات تبكناها شوفنا ايه بويس فيها عملناها اللي محتاجة تصلح تصلح اللي محتاجة تغير تغير بس بس تمام انت دلوقتي بقى يعني الناس الناس خلاص بقى يعني عايزين نقولهم نصايح كده صغيرة بغض النظر عن الصيانة عشان يحافظوا على عربيتهم صح قبل ما يعني قبل ما نقفل الفقرة كده اديهم أسرار ذهبية لصيانة العربية هي أسرار ذهبية مش أسرار ذهبية ولا حاجة يا الموضوع كله عملنا الصيانة فمعادها خلاص طيب بما انك شخص بدايتك كانت استغلال من أصحاب الصيانة وكلام ده كله ازاي أحارب الاستغلال ده؟ صعب صعب مش هتعرف اللي هو هتستغل هتستغل أشكرك جدا سيد أحمد هشام بشكركم جدا على الفقرة الجميلة دي أتمنى انها هتكون أفرقكم بعض الشيء عن صيانة السيارات لأن الطلب مني كتير جدا بعد حلقة أستاذ أحمد حلاوة والسواق رواقة عن الصيانة نفسها وازاي أخلي بالي من العربية هتمنى تكون الفقرة أفادتكم بشكركم جدا نشوفكم لسه في فقرات تاني استنونا بعد الفاصل مع زميلي خالد عبد الناصر وأنا والزواج وهواك موسيقى موسيقى